حماية البشر من خلال حماية الطبيعة جملة لخصت ما تطرق إليه تقرير الصندوق العالمي للطبيعة الصادم في محتوى فممارسات البشر تهدد معظم المواقع المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي والبالغ عددها 128 موقعا التهديد لا يطال فقط الحياة الطبيعية في هذه المناطق بل أيضا يمس بمصدر عيش ملايين البشر فعلى سبيل المثال المحميات الوطنية في الغابات الاستوائية المطيرة في جزيرة سومطر الاندونسية هذه المحميات تضم خزانات ضخمة للمياه يستفيد منها الملايين في المناطق المجاورة غير أن هذه الغابات وأحواضها مهددة من الأنشطة الصناعية والتنقيب عن النفط والغاز تهديد الحياة الطبيعية لم يقتصر على آسيا حديقة دونانا في أسبانيا تجذب ملايين الطيور المهاجرة سنويا منذ عام 1998 تعرضت لتلوث واسع بالنفايات المعدنية والعام الماضي حصلت شركة مكسيكية على ترخيص لاستخراج النفط ومن بين المواقع المهددة الرصيف المرجاني في بيليز الذي يضم سبع مناطق محمية ويعد أطول حاجز مرجاني في القارة الأمريكية هذه المنطقة مهددة منذ عام 2009 بسبب المنتجعات السياحية ومشاريع التنقيب عن النفط التقرير الذي أشار إلى مستوى الخطر المحدق بتلك الأماكن لم يستثني أي جهة من الذكر بل وجه دعوات إلى الحكومات والشركات إلى التحرك للحفاظ على هذه المواقع فالحفاظ عليها ليس لمجرد أن تعرض ضمن القوائم بل لتبقى للأجيال القادمة تذكيرا لهم بقيمتها العالمية روان حمزة العربية